موسيقى دعم تسويق المنتجات الوطنية محليا وإقليميا ودوليا وفتح أسواق جديدة لهذه المنتجات مثل وما زال الهدف الأبرز والغاية الأساسية لإي استراتيجية حكومية في مجال تطوير التجارة الداخلية والخارجية وذلك للمساعدة على زيادة المبيعات وتسريع عجلة الدوران الاقتصادي في الدولة وما يحققه ذلك من زيادة في المداخل الخاصة والعامة وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية ولعل صناعة المعارض والمؤتمرات أصبحت تلعب الدور الرئيس والأهم في هذا المجال كأداة فعالة لتحقيق جل هذه الأهداف كما أنها تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من خلال إرسال صورة اقتصادية متكاملة للمستثمرين تظهر أن البلد الذي ينظمها يمتلك بنية اقتصادية وبنية تحتية قوية وصناعة المعارض والمؤتمرات لم تعد نوعا من السياحة الترفيهية لجذب أنواع معينة من السياح المهتمين بالتسوق بل أصبحت إضافة إلى ذلك تمثل همزة الوصل بين السوق المحلية للبلد الذي يقام فيه المعرض أو المؤتمر وبين الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تسويقية وإنتاجية وتقنية متطورة وتمثل هذه الصناعة واجهة لأي بلد تعرض كل ما هو جديد وحديث ومتطور في مختلف المجالات الاقتصادية من صناعة وزراعة وخدمات مما يوفر فرصة الاستقطاب وتلاقي عدد من المستثمرين الإقليمين والعالميين والفاعلين الاقتصاديين الذين يصعب وجودهم في المكان نفسه خارج هذه المعارض والمؤتمرات وجل القول أن صناعة المعارض والمؤتمرات هي صناعة جاذبة ومستقبلية وللحديث عن واقع هذه الصناعة في سوريا ودورها في دعم تسويق المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية والخدمية وفتح أسواق جديدة لها معنا في الاستوديو الأستاذ مازن الحلو عظم غرفة تجارة دمشق أهلا ومرحبا بك معنا بس الخير أستاذي سعد مساكي وتحية إليك وللمشاهدين ولقناة سما العزيزة وتحية حبه وللوطن وقائده ولجيشه وإن شاء الله بظل سوريا علم سوريا علم واحد من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب أهلا واستهلا بك أهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بك أستاذ مازن معنا يعني استكمالا لما تم طرحه في المقدمة ما هي برأيك أهم أسس ومقومات صناعة المعارض الحديثة في سوريا بعيدا عن النظرة التقليدية الترفيهية لصناعة المعارض والمؤتمرة تحية إليك وبتشكرك على هذه المقدمة مقدمة رائعة جدا وبهمني أنا كمؤسسة الحلول للمعارض ومن زمان بنادي من أجل أن يكون هناك تعريف حقيقي بدور المعارض في الدول الواعدة مثل ما تفضلتي قلتي وسمحي لي إليك كلمة الواعدة باستخدمها أنا من زمان وبطلقها على أفريقيا المجال اللي هلأ أنا عم أشتغل فيه دور المعارض دور أساسي جدا بتنمية أي صناعة تنمية الزراعة والصناعة والتجارة ولكن في عنا كثير خلفيات عن المعارض أو المشاركة بالمعارض هذا قبل ما أحكي لك عن المعوقات والسلبيات نعم سنتحدث عنها بالتطبيق يعني مثلا هلا نحن بذل في ظل الأزمة الاقتصادية تلاقي فيه تمنع أو عدم رغبة بالمشاركة الخارجية مع أنه هي بتفتح أفاق مو شرط من أول مرة ولا تاني مرة أنت وقت عم تشاركي بمعارض خارجي وعم تعرضي منتج أنت أول شيء عم تحملي رسالة وطنية تاني شيء عم تعرضي منتجك وليس من المنطق من أول مرة ممكن يحل المنتج البديل على هذا المنتج الموجود الأساسي بالبلد اللي أنت مستهدفتي بالعكس تعزي بتواجه دي مرة مرتين ثلاثة وكل مرة تكتشفي شو السلبيات وشو الإيجابيات اللي عندك لتلاقي منتجك يقدر يفوت على هذا السوق ضمن المواصفات المطلوبة وبالنسبة للمعارض المعارض هي مثل ما قلتي السوق الأساسي نعم وفي يعني معاني شمدي لك شغلة مثلا خليني أنا هلا عم بحكي بأفريقيا بالذات أفريقيا المعارض دولية فرصة كبيرة لأنك تعرضي منتجك وتفتحي آفاق جديدة بغض النظر عن الدول اللي نحنا دائما ما أقول فهناك دول تقليدية لنا بمعارضة كما تفضلت قلتي في مهرجانات هون وفي كذا الله يعطينا عافية كمين عم يشغل الله يعطي العافية بس ولكن علينا التوجه للمعارض الخارجية لأن هي الأنجح والأسرع من أجل إعادة دوريان دار عجلة الاقتصاد طيب هلأ في حال بدنا نتحدث حاليا عن سوريا وانثم ننتقل إلى الخارج والمشاركات الأقليمية والدولية المحلية كيف تنظرون إلى أمكانيات النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في سوريا تحديدا ومجددا لسيما بعدما تعرض له البلد من أزمات وكوارد طبيعية وعقوبات اقتصادية ليكون هناك قوة تستند عليها هذه الصناعة كلام جميل سؤال جيد جدا سيدتي الكريمة صناعة المعارض أنا برأيي بده تنوع ما بكفي هيئة ما أو غرفة ما أو شخص ما يسيطر على موضوع المعارض لا المعارض كل حدا له خط كل حدا له نموذج كل حدا له آلية بالتعامل كل حدا له خطة ينفذها هلأ فيه على الأرض عدة شركات عم تساوي معارض مقبولة جيدة في شيء حلو كتير بس ولكن أنا بعز علي شغلة صغيرة أنه مثلا عم نعمل معارض اتنين ثلاثة وعم نجيب تجار من بره طب يا أختي الكريمة نحنا كوطن عم نستنزف ووطن جريح ليش ما تتظافر كل الجهود بكل المحافظات لإنشاء معارض واحد كبير بهذا المستوى مثلا خلينا نقول على الألبسة أو على الأحزية وندعيهم للتجار اللي بدنا ياهون عم بيتم في قامة معارض متخصصة يعني حاليا في سوريا نوعا ما في تفرقة صار بدمشق صار بحلب ليش ما يكونوا نحنا بلد وحدي ليش ما نكون كلنا إيد وحدي تمام ما نقصي الصناعي الحلبي أو ما نقصي التاجر الدمشقي يعني نحن عنا أكبر مثال معرض دمشق مثلا الدولي وهو المعرض الأكبر والتاريخي والعريق الذي كان يضم الكثير من هذه المؤتمرات وأنا أضم صوتك إلى صوتك وأتمنى أن يعاد تفعيل دور المؤسس العام للمعارض عبر المعرض دمشق الدولي وعبر آلية مراقبة وتنظيم المعارض الأخرى للشركات الخاصة معرض دمشق الدولي من أكبر المعارض ونحن نملك مساحة نملك أرض معارض في سوريا تعدل أكبر في الشرق الأوسط وهي تجربة يعني عريقة فيها طبعا 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 كان يجينا عالم كتير بس نحن عم نحكي بالوقت الحالي سيدتي وأيضا هالمبالغ اللي عم تنحط هون مكتورين الخير ورجع بإلك الله يعطيون العافي كلمين عم يشتغل مبيحكي على لحده بس ولكن هذا المبالغ اللي عم تنعرض هون عم يجينا عشرين ثلاثين أربعين خمسين مئة تاجر ممكن نعمل معرض بغير مكان أو معرضين وثلاثة وأربعة بيجينا عشر أو خمسة عشر ألف تاجر اختي ما عليش نحن ما عليش شاكي خارج سوريا أختي خارج سوريا أختي إذا أردت أن تصلي يجب أن تنتقي ما فيه أنت وقعد ما تصلي هل هناك إمكانيات لإقامة والمشاركة الجميع يعني القطاعات بهذا الضوء خارج نحن بتوجيهات السيد الرئيس ألقى في خطابه يجب علينا التوجه شرقا وقياسا على ذلك كمان يجب علينا التوجه غربا أو إسقاطا لذلك ما عليش نحن عنا الشرق ليش ما هتعمل يشغل فيه دول الاتحاد السوفيتي السابق هي دول واعدة وبامتياز طيب هل من يسمعنا يقول بأنه بالبداية خلينا نرتقي بمستوى المعارض والمؤتمرات في سوريا لنعرف كيف ننطلق إلى الخارج ونقوم بصناعة وتقديم والمشاركة في المعارض الدولية سيدتي الصناعي والتاجر ما بهمه نوعية المعرض بهمه الفائدة أما اللي رايح يطقطئ صور ما عليش بيقلك بدي ديكورو بدي ما بعرف شو بدي هذا بيكون مهدفه ربحي وإذا ما كان هدفه ربحي معنا هذا ما عملنا شيء لعجلة الاقتصاد نحن سيدتي المعارض هون قائمة بالوضع الراهن وبالظروف الحالية والمعاناة الصعبة كل حدا عم يعمل معرض بدمشق عضعا المهرجانات التسويقية وأنا بأيدها وما بأيدها بأيد فكرتها بس ولكن مو تكترارها بشكل دائم لأنه عم تأثر كمانا على التجار الداخليين عم تأثرها على التجار الداخليين وما في فروقات أسعار في كتير ناس عم تتحكيه أنه ما في كتير فروقات أسعار أما أختي أنا بدي هل المعارض الداخلية بتزود إنتاجي وهذا استهلاك محلي تمام بدي أنا شيء يزود إنتاجي يحمسني أكتر يطور عملي أنا المعارض اللي عم تندعم هون أتمنى وهلأ جديد إن شاء الله سمعنا أنه يبدو إن شاء الله حيعيدوا تفعيل دورة المؤسسة العامة عبر وزارة الاقتصاد هناك حنك رشطة بهذا المجال الحالية دعم المعارض الخارجية ويمكن ضمن خططهم عندهم كذا معرض يعني نعم طالما تحدثنا يعني عن التجربة الحكومية العريقة بهذا المجال عن معرض دمشق الدولي كيف تنظرون إلى هذه التجربة من منطلق ضرورات تدعيم وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص في صناعة المعارض والمؤتمرات أختي الكريمة لا شك أي دور بتقوم الحكومة وهي قوية بيكون دور جميل جدا والدور اللي عم تقوم الحكومة بالوقت الحالي رغم بعض النقص خلينا يقلك بالمسميات أنه ما فيه أزونات للصرف معلش ولكن هلأ نحن لازم نركز على دور المؤسسة العامة للمعارض لأنه هو مفصل رئيسي ضمن وزارة الاقتصاد أنه إعادة تنميته مثل ما عم ندعم هي دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات كمانتا ندعم المؤسسة العامة للمعارض في عدد لا بأس به من الموظفين لديهم الخبرة والمعرفة والعلاقات الجيدة ممكن يساووا شيء نعم إلى أي حد برأيك ساعدت المعارض التي أقيمت خلال الفترة الماضية وشهدنا حركة لا بأس بها خلال الفترة الماضية في سوريا إلى أي حد ساعدت في تسويق المنتجات السورية فتح أسواق جديدة لها بدي جوابك بصراحة المعارض اللي صارت داخليا أختي الكريمة على عيني زبايننا نفسهم تصلنا فيهم إجوا يالي جديد يمكن ما باع والقديم ربط مع زباينه ويعطيك العافية معلش أنا شو عملت هون أضفت إضافة إيه عملت منظر جميل إيه بس ولكن كفائدة لا المعارض الخارجية قولا واحدا أقوى وأنجع آه كمان من ناحية تصريف المنتجات طبعا 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 أختي أنا بشوف عليك إطاعها حلوة بقول والله ما شاء الله حلوة من مشاريتها تقولين عندي فلان أنا اللي عم نشوفك بس كادر الإستيديو ما هيك أنا بني شوفك كل الناس بشان نشتروا الأطعال اللي أنا عم صنعها أول مرة بجوز ما تعجبني ثاني مرة بتعجبني ثالث مرة هيك الثقافة انتشار بضايا بالعالم نعم طيب التجارب الإقليمية إذا انتقلنا إلى هذا الموضوع في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات تمثل أيقونات بارزة في هذا الموضوع لسيما إذا تحدثنا عن تجربة الإمارات وخاصة تجربة دبي مهرجان دبي للتسوق التجربة اللبنانية وحاليا التجربة السعودية أيضا نحن في عصر اقتصاد المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة كنا وما زلنا نتساءل عن إمكانيات استقطاب وتوطين والاستفادة قدر المستطاع من هذه الصناعات برأيك وكيف يمكن أن تشرح لنا هذه الأساليب ومدل استفادة الشركات السورية المتخصصة من هذه التجارب الإقليمية التي شاهدناها خلال الفترة الماضية أنا سيسارة كل بلد له حيثيات معينة بإقامة وتنظيم أي معرض وكل بلد له مستهدفين معينين من النسادة العارضين سواء كانت تاجر أو صناعي أو صاحب فكر أو صاحب معلومة طبعا دبي هذا برات منافسة ما شاء الله كوادير كبيرة عم يتم إلى التحطيط والحمد لله أتم الله الأمن والأمان على دولة الإمارات ما ميز هذه التجربة حتى نجحة ممكن الاستفادة من التجارب ونحن في كل الحلقات بأي قطاع نقول يجب الاستفادة من التجارب الإقليمية أو أعطي أي حدا أمان واستقرار وراحة مادية ليصنع المستحيل طيب البعض كمان يقول بأنه هذه المقومات موجودة الأمان موجود حاليا وأبضل نوعا نعم مما كان عليه قبل لا ننسى التقلبات السياسية ما زال هناك قطاع أعمال وتجار وصناعيين يقومون أيضا بإنتاج نرفع القبعة نرفع القبعة ماذا ينقص؟ لقطاع المال والأعمال بشقيه التجاري والصناعي لوقوفهم إلى الآن نعم ضمن هذه المحنة بس ولكن يا أختي أرجوكي نعم نحن هلأ بلد متعطش بدنا شغل تجارنا وصناعيين بدهم شغل بدهم تصريب بضائع بخافوا من فكرة الخسارة هذا شيء منطقي وحقيقي المشاركات اللي عم تحكي عليها تفضلتي كتير رائعة وكتير حلوة أكيد وفينا لاحقا نحن نساوية ما نحن وقت كنا نساوي معارض عزرا منك كان كتير دول ما تعرف شو هي المعارض نعم أسلاف يعني اللي كان يساوي المعارض نحن هلأ بدنا نفكر يا سيدتي على أسواق جديدة طموحة تقدر تساعدنا ضمن المتاح الدول اللي بتقدر تعطينا فياز بكل صراحة نعم تمام يعني هلأ أنا زيبت لك مرات بألمانيا بجي قللك ما عندي خير خمس سبعة فياز عشر فياز ما استفدت شيء ما حققت إضافة صحيح تمام من دو يشارك معي شركة اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس أربعة ما بضعطون هنيك موجودة أنا بدي أبعد عن طقطة الصور بالمعارض المشاركين فيها أو اللي عم نساوية وإلي وجهة نظر إذا تسمحي لي طبعا برجع بقلك وأكرر مرة ثالثة تحية لكل حدا عمل شيء بس يا أختي الله يوفقك نحنا ما عندنا بسوريا أسواق غير العراق و لبنان نحنا مفهومة هي عندنا أختي أسواق سوريا و لبنان أسواق تقليدية بحكم الجوار ما بتنقطع حتى أيام الحرب ما نقطعت أيام الحرب مع الحرب العراقين نحنا بدنا دول حديثة وجديدة وتدعم كيف لحل لك شغل إعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للمعارض عبر الشركات الخاصة تحطها تحت جناحها نحنا كلنا كمؤسسات خاصة و الشركات خاصة ننطوي تحت جناح المؤسسة العامة للمعارض ونمتثل إلى القوانين السورية والأنظمة والقوانين السورية وهذا الشيء يشرفنا و يسعدنا وفي كثير ناس بتحب الضحي وأنا منهم بحب الضحي وقدم شيء لوطني ولو مجانا ما عندي مشكلة بتعبي ومعرفتي بقدر ساويا مو بس أنا كثير عامة تساويا في دول أختي جديدة انطلقوا هذا الدور البحث عن أسواق قبل شويك أتعب بحكي أنا والصديق الموضوع الكرة لو أنه مو هذا هدفنا بسألي كان المدرب الفلاني ما يسمع عن اللاعب الفلاني يقول منيح كان يروح يشوفه مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة ليحكم عليه ممكن مرة نفسي تتعباني ممكن مرة موب لا يقتل العالية هل نحن بوضع صحي يعني كما يقال لنتمكن من إجراء هذه المعادلة أو هذه التجربة نتحدث عن حرب وإزمة مقاربة بسيطة قبل بشوي التالي لأ فيه ولأ كذا تمام على عيني وراسي مقاربة بسيطة أعطونا وأنا عزرا أنا ما لست صاحب لست صاحب منفعة شخصية أيضا الذي يقول أنه نحن هل نحن بيعني بوضعية مريحة جدالة نجرب رغم كل الأزمات وكل الظروف المادية الصعبة التي تمر بها سوريا إلا أن وزارة الاقتصاد عم تدعم والاتحادات عليهم واجب أن يدعموا ما بعرف زي عم يدعموا إلا لأ اتحاد غرف تجارية واتحاد غرف صناعية عم بتمدعم لازم يدعموا وفتح أسواق نحن عنا بالغرف التجارية وبالغرف الصناعية في شيء اسمه وافرات هالوافرات يا أخي تتجيش لحتى نجيب أسواق جديدة لتجارنا وصناعينا بدي أرجاع لك المقارنة المقارنة فرضا عم يدفع كمثال 100 مليون كمثال لمعرض فلاني داخل البلد يندفع هذا المئة مليون لبرة حيجيك يشغل للورشات أكثر وسوءك الداخلي ماسكتي ماسكتي يعني 80-90% 95% من شعبنا قدران يطلع يشتري من برة أو قدران يشتري أطعاء أوروبية نأمل ذلك نتمنى ذلك ولكن الحقيق لا طبعا معناته المنتج مصرف خالص معناته شو عم ساوي وأنت بتروحي كتير لعند شركات هلأ من الشركات اللي عم تشارك بالمعارض الداخلية تمام وبتروح بتقولي لابدي ببعض بتقولك ما عندي أنا صارت معي يا أختي علينا وما عم ما يسنعه لأنه إلا على قد تصريف بدنا فرص جديدة للمعارض الخارجية ونحن حقنا كعارضين أنا صار لي عارض 30 سنة قبل ما يكون عندي مؤسسة لتنظيم المعارض كتير بغص وكتير بالداية وقت بشوف كل الدول أو الكثير من الدول بتدعم المشاركة للعارض لأنه نحن العارضين بيطلع بضحي بماله بوقته بتعبه بثقافته بيبعده عن أهله لا يفتح سوء تمام ليش ما يتم مساعدته متل ما باقي الدول بتساعد بيعطول الجناح مجانا الشحن مجانا نص الجناح كل دولة على حسب قدرتها نحن برجع بقولك الحكومة السورية ممثلة بوزارة الاقتصاد سابقا وإلى الآن تدعم ولكن نتمنى أن يتضافر تتضافر جهود وزارة الاقتصاد مع اتحاد غرف تجارة واتحاد غرف الصناعة لدعم المعارض الخارجية طيب يعني أستاذ مازن عندما تحدثت عن إمكانية المشاركة في المعارض الخارجية بسبب الظروف السورية الخاصة التي مرينا بها أيضا لابد أن نتطرق لموضوع العقوبات الغربية التي كانت عقبة أساسية في المشاركة بالمعارض الإقليمية والدولية إلى أي حد هذه العقوبات فعلا أثرت على موضوع المشاركة سيدتي الكريمة وهل خف تأثيرها خلال الفجر الماضية السؤال حجوبك من اقتفاصات من المرحوم معلم الخارجية تبعنا الأستاذ وليد المعلم رحمه الله ما في غير أوروبا بلاها وأوروبا منساها في عنا أفريقيا هلأ بوتين من أربع خمسة أيام صرح تصريح المهاجرون الذين في أوروبا لاحقا سيهاجرون إلى أفريقيا أفريقيا دول صاعدة دول واعدة وهلأ أنا آخر أنا عندي معرض السنقال الدولي كل سنة يعني من قد السنوات ما عم سوي لا معرضي أزرم منك بس ولكن كتبت أحدى المقالات أهلأ أو أحدى البصات على الفيسبوك كانت دول واعدة الآن أصبحت الدول صاعدة في تطور على الأرض عم يجري خيرات ثقافة عامة تقبل منتج طب ليش الدول تسبقنا أحدى الصفحات على الفيسبوك مكتوبة نحن أولى بأفريقيا من غيرنا بحكم الثقافة بحكم الأرب بحكم الدين تمام يا أختي خلينا استفاد من أفريقيا ما بنى أفريقيا خلينا نروح أنا ما بشغل على شرق آسيا شمال شرق آسيا خلينا نروح على شمال شرق آسيا يتفضلوا اللي عم يشتغلوا القائمين عن المعارض وعم يقولوا نحن عم نعمل ونساوي نقوم الله يعطينا عافية يا أخي أنجزوننا معرض أو لكسيدي كلفو حدا يطلع يساوي إننا معرض بهيك الدوء وهيك دوء بس ما بنى معرض تقطع صور الله يكرميك لا بالتأكيد يعني نحن بحاجة إلى العمل بهذه الفترة أكثر من أي وقت تأهية رسالة مبطنة طيب أستاذ يعني صناعة المعارض والمؤتمرات الحديثة كما نعلم بأنها تحتاج إلى أسس وأصول ومعدات أيضا لاستكمال عملياتها التشغيلية وذلك من خلال التشاركية مع الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات والتي يزداد تخصصها يوما بعد يوم حاليا ما هو واقع الشركات المساندة لصناعة المعارض والمؤتمرات أتحدث عن سوريا حاليا عن سوريا عن سوريا كان عنا أربع خمس شركات للتجهيز 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 اللي بظن هل اللي عم يشتغل الشركة أو تنتين باقي الشركات متوقفة وهذا العدد أكيد ليس كافي لإقامة معارض الحديثة أول شيء بيرفع السعر ثاني شيء بيقليل فرص العمل تمام ثالث شيء يعني ما سوينا شيء نحن أختي الكريمة أنا تمنى أن يكون بأي مفصل من مفاصلنا الزراعية ولا التجارية ولا الصناعية ولا التجارية أو بالمجمل الاقتصادية أو بالمجمل أكثر العامة أن نبعد عن الشلالية والجماعات هاي جماعات جماعات فلان وهذه جماعات فلان لأنه حتى بالقطاع الخاص يعني في عنا فساد نوع من الفساد داخلي عرف شلون يلا هذا تشتغل معه هذا تشتغل معه لا الله يرزع العالم والله يستلع العالم كلها كل الناس إلى حق بالعيش وكريم وحق تشتغل مثلها مثل غيرها وهذا الدور أنا برأيي لازم تقوم في مشكورة المؤسسة العامة للمعارض نعم يعني عندما ذكرت موضوع الشركات هذه المتخصصة والتي يزداد تخصصها ولسيما مع تطور المتسارع الذي نشهده عالميا في تكنولوجيا في وسائل العرض في وسائل الخدمات يعني نلاحظ بأنه هذا الموضوع ينقصنا يعني حتى لو كان موجود شركة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في سوريا ولكن ما زالت يعني تعتمد على الأسلوب التقليدي في عرض هذه المعارض أكيد هذا الكلام مصبوط فيه شوية تطورات بس ولكن بطيئة جدا بس يا سيدة الكريمة أنا بحاجة الآن إلى أن أبيع أكثر ولو على حساب التكنولوجيا التكنولوجيا هي رفاهية كانت رفاهية يعني كانت تعتبر من الرفاهيات ولكن هي الآن ليست رفاهية هي أحدى أنواع اقتصاد المعرفة واتصاد التكنولوجيا إذا كانت رفاهية وإلا ليست رفاهية تسويقية قارنة على حسب من اللي عميجي من عندي موضوع الفكر وموضوع التجار الكبار الكبار أزرى منك يعني أليل كثير اللي عميجي لعنا اللي عميجي تجار جملة اللي عميجي على المعارض الداخلية ولكن أصبحت ضرورية لماذا؟ يعني إذا نظرت إلى كل المحيط حاليا الموجود خارج سوريا الدول الأقليمية العربية جميع حباتت تعتمد على هذه المواضيع وهذه الأساليب المتطورة من الأردن إلى لبنان إلى الإمارات إلى السعودية حتى العراق أيضا أنا بأعتقد موكتر يعني الإمارات إعلى عيني السعودية إعلى عيني أما باقي دول بأعتقد نحن ما عرضنا منيحة وبالضاهي بالتنظيم ويمكن تنظيمنا أحسن من عندنا نعم سنتابع هذا الحوار ولكن مشاهدين دعونا نذهب ونتابع هذا التقرير لابد أنك سمعت بسوق عكاز أحد أسواق شبه الجزيرة العربية الثلاثة الكبرى في الجاهلية كانت العرب تأتي إليه لمدة عشرين يوما كل سنة وكان له دور اجتماعي وسياسي أنذاك وتعقد فيه وثائق وتنقض أخرى فضلا عن أنها سوق تجارية لتبادل البضائع وأنواع التجارة هذا الشكل من الأسواق يذكرنا بنوع من الفعاليات نسميها اليوم المعارض فكيف كانت بدايتها اتخذت المعارض شررتها الأولى من الكشوف الجغرافية التي فتحت أسواق العالم أمام الحرفيين الأوروبيين فكان لابد لهم من تسريع إنتاجهم حيث نشأت علاقة عضوية مباشرة وقوية بين الصناعة والتجارة وهنا كانت بداية الثورة الصناعية في أوروبا عام 1851 تم تنظيم أول معرض في لندن ورف باسم المعرض العظيم حيث تم استعراض أحدث إنجازات هذه الثورة التي كانت بمثابة نقطة تحول في التاريخ مع نجاح أكس بولندن أصدر الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث مرسوما بعقد معرض عالميا في باريس وهكذا حتى انتقلت الفكرة إلى باقي الدول لتصل إلى سوريا عام 1936 من خلال إقامة معرض سنويا للصناعات الدمشقية فيما بعد طلب المشاركون في المعرض بتحويله إلى فعالية سنوية فكان معرض دمشق الدولي عام 1955 وهو من أقدم وأكبر المعارض الدولية في الشرق الأوسط وأحدثت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إلى أن أصبحت سوريا تستقبل مشاركات دولية عدة في كافة المعارض ومع بداية الحرب توقفت المعارض وتراجعت المشاركات الدولية فتم التوجه إلى المعارض المحلية التخصصية مثل صنع في سوريا وبيلدكست البناء وفود أكسبو والتي توفر معدات وتقنيات خدمية محلية وعالمية في المجالات كافة كما أن التطور السنوي الذي تشهده المعارض عزز دورها في عملية إعادة الإعمار بما تقدمه من خدمات ومنتجات حيث تكون صلة الوصل بين المنتج والمستهلك إضافة إلى الترويج لمخرجات البحث العلمي والانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة فضلا عن المعارض الرقمية التي بدأت تشهد رواجا وطلبا عليها في أهم دول العالم توفر المعارض فرصة نادرة لتعزيز الدبلوماسية العامة متعددة الأطراف وتعزيز التفاهم في العلاقات الدولية فنتائجها تتجاوز البعد التجاري المباشر لتصل إلى التبادل الثقافي وأيضا رسم شخصية المدينة المضيفة للمعرض من خلال إنشاء عالم مصغر عابر تبرز فيه قيام التقدم والحوار العالمي فتوفر فرصة فريدة للانخراط في الدبلوماسية الثقافية والتفاعل مع البلد المضيف والمشاركين الآخرين حتى أضحت تعبيرا عن القوة التي وصلت إليها الدولة التي تستضيف فعاليتها أستاذ مازن كي نستغل الوقت قدر المستطاع وكما ذكرت في المقدمة بأن صناعة المعارض والمؤتمرات ليست رفاهية حاليا أبدا ولها أكيد فوائد على القطاع الاقتصادي في سوريا وعلى الإنتاج وعلى جلب الكثير من القطع الأجنبي ومساعدة الإيرادات أيضا ولكن عندما نتحدث عن هذا الموضوع معلش خلينا نحدد المشاكل ذو الأولوية والأهمية بهذا الموضوع التي يعاني منها هذا القطاع ونرى ما هي الحلول الممكنة والقابلة للتطبيق لتجاوزها ونهوض مجددا بهذا القطاع شكرا لهذا السؤال أكيد أي عمل بواجه مشاكل ومن ضمن صناعة المعارض الخارجية المعارض الخارجية سيدتي أول شيء عدد شركات تنظيم المعارض الخارجية للأسف صار قليل جدا 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 باستثناء إحدى التجمعات مشكورين الله يعطينا العافية ولكن برجع بإليك عم يتوجهوا لمكان قريب بدنا أبعد المشاكل أنه نحن نجي كشركة خاصة بدنا نركض وراء غرفة أو اتحاد أو مؤسسة لا يدعمونا مثل ما قلت لك قبل بشوي أنه طب كل الشركات لكل الدول بتدعم والدعم ليست للمؤسسة الدعم لتخفيض الكلفة على المشارك أنا ما بيأخذ الفرق إلي هذه الغرف وهذه المؤسسات هل تملك القدرة على دعم هذا المجال من الصناعات طبعا المفروض يكون تملك مو بس الغرفة الغرفة يعني أنه كمان مثل ما حضرتكم يكون أولويات أيضا الغرف واتحاد الغرف كمان فيه أولويات للإنتاج وصناع والدعم بالمجالات التانية الله يعطيهم العافية ممكن عم يلعبوا الدور الصحيح اللي يعملوا مفيد والصحيح اللي يعملوا بس ولكن بمجال المعارض الخارجية طب كمان برأيك هناك تقسير طبعا حقنا نحنا يدعمونا يجيبوا أخي يطلعوا يطلعوا منذوب من عندهم يشوفوا يتأكد من هذا الوضع أنه هل فلان زيد من الناس عم يقول الدولة الفلانية جيدة هل هي فعلا جيدة ما بيكتفي من الحكي يعني بتصوري أحد الأشخاص مرن من المرات مثلا أحد الأشخاص أحد الغرف يعني اتفقنا نحن نعمل معرض بمعيته ما زبط لحالة شخصية كان الرد أنه والله ما فيه ناس بدا تشارك بهذا المعرض استغربت له عطيني اسم عطيني اسمين بالزور عطاني اسمين بقيت للإسمين الاسمين هدول مشاركين بالمعرض يعني الابتعاد عن الشخصنا بما معناه والمشاكل الخاصة أنا دائما لا أستعمل من خلال وجهة نظرك ومشاركتك في العديد من المعارض الدولية برأيك هل تسمح الأجواء الإقليمية والعربية والدولية أيضا لإقامة وبناء شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة بصناعة المعارض وإمكانية فيما بعد توطينها داخل سوريا سيدة الكريمة الأسواق لم تعدم حتى في الدول اللي فيها حروب كبيرة أكبر من حربنا دائما في أسواق وخاصة للمنتجات الغذائية والألبسة الضرورية ونحن بدنا أي زبون من الهواء تاجرنا والصناعي طبعنا بدنا أي زبون من الهواء بدنا نحكي واقعي ما في دولة مالة بحاجة لمنتج ما في دولة مالة بحاجة؟ وعما يصير فيها معارض؟ المنتج السوري هل ما زال مطلوب؟ أتحدث من وجهة نظرك وخلال مشاركتك واطلاعك على المعارض الدولية والأقلية؟ شلون الثقافة نشر أي منتج؟ شلون؟ أي منتج منزل عنا بالبلد؟ شلون؟ مثلاً عطيني دواء غسيل شلون بدك شريك؟ بدك شوفيه مرة سعر وبدي شوف الميزات اللي عنده والجودة تماماً ونحن هيك بالمعارض نحن إلى الآن إلى الآن برغم كل المشاكل اللي عم تواجه الصناعي العظيم الصناعي الصوري العظيم ولكن إجمالاً سعرنا إلى الآن مقبول قدام أمام الصناعات الأخرى يعني نحن في مقولة أحد رجال أعمال بؤولة وأنا بحب كثير المقولة أن المنتجات السورية غالباً ما يقارب سعرها سعر المنتج الصيني ولكن جودتها تقارب المنتج الأوروبي طيب ولكن هذا وافقك بهذا الكلام يمكن رأي الكثير ومن خلال اطلاعنا وحديثنا مع الكثير من الأخصائيين كان صناعيين أو تجار أو ما إلى ذلك وجهنا مشكلة يعني هي ليست بسبب ضرف ليس منظور يعني إنما بسبب الحرب وبسبب العقوبات وبسبب الكثير من المشاكل المنتج السوري القيمة المضافة انخفضت له نلاحظ حالياً ارتفاع بسعره لا يوجد تنافسية بين سعره وسعر المنتج في الدول المجاورة أيضاً الجودة للمنتج السوري أيضاً في بعض المنتجات بالتأكيد هي يعني تقارب المواصفات العالمية وصلت للسؤال بتشكرك حجابك أنا صلي تقريباً 24 سنة بطلع معارض فاتل أكثر من 42 دولة مشارك بشكل شخصي أكثر من 300 معرض عدا عندي موظفين بطلعهم أنا بعرف وشايف وإلى الآن في كتير منتجات سورية أرخص من برة أكيد مثل ما ألتي فيه بس نجي للهيك والتي أما الشعبي والوسط لأ نحنا منتجاتنا جيدة وما زالت مرغوبة وما زالت مرغوبة يا ثقافة تقبل المنتج عم تنتشر بعدة دول يعني أحدى البلاد ما بيسمي لك ياها أنا محاول قدر الإمكان أبعد عن الشخصاني بموضوع المقابلة أحدى البلاد لخيار تمام أحدى الشركات فاتحة بمركز بدولة معينة العمال هي مثلا شركة اسمها ماما كمثال نعم أعطيني خيار ماما العمال طبعا بعدين عرفه صار أعطيني الخيار السوري ما عليش أنا وقت تعرض منتجي مرة ومرتين وثلاثة أكيد حييجي ناس وتشتري وفي ناس عم تطلع وتدبيع وتشتري وتعمل سبقات طيب حاليا يعني وهلأ ردا بدي جاوبك على الموضوع لو في دول مسكرة علينا الفيزا ماحد بالنسبة للحروب الاقتصادي ماحد عم يدايقنا بالنسبة للمشاركة بالمعارض الخارجية بس هناك مناء بالفيز بعد الدول طب في دول متاحة خلينا نطلع للسهلكة خلينا نطلع نجربها نطلع على رأسي التجار الصغيرة والعارضين أو المشاركين البسطة وأنا منهم بطلع هدفي ربح ما عليش علينا بس نحن الشركات الكبيرة اللي قادرين تفتح مركز سوزية جملة تفتح محل تعمل ثفقة مع الناس يعني أنا أحد الشركات شارك معي بعتزل منك طلع شارك بعطين واحد غير مختص تمام طلع شارك رجع أنه هاي المادة هاي ممنوع استيرادة قلت له لا مصحح يا أخي مين قال لك ممنوع استيرادة مسموح الدراسة الحقيقية على أرض الواقع هي اللي بتولد النجاح الاستمرارية هي اللي بتولد الخبرة لتزيد النجاح طيب أستاذ يعني بالعودة إلى ما ذكرناه في المقدمة أيضا ولا يعني نريد أن نركز على موضوع أيضا وهو موضوع جدا مهم موضوع البنية التحتية لصناعة المعارض والمؤتمرات في كل القطاعات إن كان من النقل إن كان من الشركات أيضا المساعدة إن كان من المواصلات أو الفنادق وغيرها من الأساليب التي تساعد في صناعة المعارض ما رأيك في هذه الخدمات وما رأيك بهذا الموضوع كيف تقيمون مدى ملاءمة هذه الشركات مع ضرورة احتياجات المرحلة الحالية والقادمة والله أنا شايف يا أختي ضمن هذا الزمان وهذا المكان الذي يقدم ليس بالإمكان أكثر مما كان أما خارجيا هناك بعض الناس بتطلع تمام معرض بأوروبا أكيد حيكون الاعتناء غير من الفندق إلى وسائط النقل إلى الأجنحة 겠죠 من فإلى أجنحة عدة تمييزات رفاهية أما تطلع على دول عزراء منيك حياة برتيشة بكون فيها خشب يعني حس man سأرجع أفقلك أنا هلأ لا أبحث عن التقنية بقدر ما أبحث عن بيع منتج بس بيع منتج وركز أموري وتحصن اقتصادي ساعتا بتدلل وين بدي روح نعم فاصل مجددا مشاهدين الكرام ومثلما نعود أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا أهلا بك أيضا أستاذ مازن في الجزء الأخير من هذه الحلقة تحدثنا قبل الفاصل عن دور الهيئة العامة لدعم الانتاج المحلي والصادرات بضرورة أنها تقوم بعمليات الترويج للمنتجات السورية والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وقد تنوع هذا الدعم واتخذ عدة أشكال ومنها الدعم المادي حسب تصريحات الحكومة تم تقديم 556 مليون ليرة سورية كدعم للمعارض خلال الفترة ما بين 2016 و2019 ما هو رأيكم بذلك وما هي فوائده المحققة؟ سألت لي سؤال مشكورة قلت لك مرتين أنا ضمن هذا اللقاء مشكورة الحكومة عم تدعم رغم كل المعاناة وكل الاستنزاف وأزرم منك كل الفساد سيدتي ولكن هذا الدعم ورجيني يا وين راح طبعا شكرا لوزارة الاقتصاد وشكرا لهيئة الدعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات أنا أنا ما عم شخص ولا عم بحكي على حدا بس أنا بدي إذا هذا الدعم ما بيطلع 80-90% منه للعراق ولبنان حاسبيني الدعم كله لو دولة أو تنتين ليش يا أختي؟ هيئة الدعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات يجب أن تشمل كل شيء نعم طيب أستاذ بالنظر إلى الإطار التشريعي والقانوني لصناعة المعارض والمؤتمرات في سوريا كيف ترون هذا الإطار؟ وهل هو مشجع بشكله الحالي لتسريع عملية تحديث صناعة المعارض والمؤتمرات؟ كونه كما ذكرنا أيضا تدعم الناتج القومي بإيرادة ضخمة من القطع الأجنبي اللازم حاليا سيدتي فهمت منك على الإجراءات الإنشائية لإنشاء شركي التشريعي والقانوني نعم تماما تماما أهلا القوانين المؤسسة العامة للمعارض فيها مرونة أنا متطلع على القوانين وأريتهم أكثر من مرة فيها مرونة بالتعامل حسب اسم الشركة تاريخها نظافتها الشخص المسؤول عنها والإجراءات التبسيطية مو كثير صعبة لأنك تنشأ أي شركة وتساوي أي معارض بالعكس حتى يعني أنا اللي شفته كثير سهلة أي حدا بيقدر يساوي معارضه وبقول له أهله وسهلة فيك بس نحنا نتمنى برجع بإلك نتمنى أن يعاد الدور للمؤسسة العامة للمعارض لإنشاء معارض وخليني إليك بعلنا بيعية لأنه ما تجي العقود قبل ما الشعب المستهدف يشوف المنتج طيب ختاماً أستاذ مازن كيف تنظرون إلى مستقبل صناعة المعارض والمؤتمرات إن كان في سوريا أو خارج سوريا نحنا سلسلة أو حلقة في سلسلة واحدة بس يتحسن الاقتصاد حتنشط المعارض الداخلية والخارجية ستتطور بالتكنولوجيا والمعرفة والعلم بس ولكن بدنا منتج يصدر إلى الخارج لحتى نقدر نقوى وبدنا تتعافى بلدنا وإن شاء الله يا رب يكون هذه آخر سنة يتعاني في بلدنا ويفرج عننا صناعينا عليهم حمل كبير تجارنا عليهم حمل كبير أعانى الله الجميع وفرج الله عن الجميع شكراً لك الأستاذ مازل حلو عضو غرفة تجارة دمشق شكراً لحضورك بارك الله فيك والأعطفكم العافية وتحية مرتاني لقناة سماء الفضائي أهلاً شكراً لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة نلقاكم في الأسبوع المقبل بأمان الله